وينضم إلينا من لندن دكتور عمار البزبوز أستاذ القانون الدولي في جامعة كينغس كوليج دكتور هذا الانسحاب الأمريكي من مجلس حقوق الإنسان كيف سيؤثر على جهود مراقبة حقوق الإنسان عالميا؟ مساء الخير إلى كل السادة المشاهدين طبعا القرار بداية لم يكن مفاجئا وخصوصا أن نكي هيلي ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن قد هددت مرارا بذلك وخصوصا في آخر جلسة لحضرتها في مجلس حقوق الإنسان هددت بهذا الانسحاب أيضا منذ بداية قدوم ترامب إلى السلطة في أمريكا طبعا هذا الانسحاب ليس أيضا من مجلس حقوق الإنسان أيضا هناك من عدة أجهزة كاليونسكو كالاتفاقية المناخ أيضا الولايات المتحدة لم تصادق على المثاق روما المشكل المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي أمريكا أي جهاز من أجهزة الأمم المتحدة لا تستطيع السيطرة عليه بشكل كلي تقوم بالانسحاب منه لكن كيف يمكن أن يؤثر ذلك على عمل مجلس حقوق الإنسان؟ حقيقة أجهزة الأمم المتحدة عادة ما تكون هي حبيسة الدول الكبرى لكن مجلس حقوق الإنسان عمله غالبا ما يكون هو توثيق للجرائم التنديد بالجرائم والانتهاكات حقوق الإنسان في مختلف الأماكن لذلك لا أعتقد أن انسحاب أمريكا سيكون له تأثير على آلية عمل مجلس حقوق الإنسان إنما هي فقط رسالة سياسية من الولايات المتحدة بأن أي جهاز لا تستطيع الولايات المتحدة السيطرة عليه بشكل كلي ستقوم بالانسحاب منه وهذا يتفق مع سياسة ترامب الذي هدد بها من خلال برنامجه الانتخابي التي هدد بها أجهزة الأمم المتحدة بالانسحاب من أي جهاز لا تتوافق سياسة هذا الجهاز مع سياسة الإدارة الأمريكية طيب دكتور رئيس المجلس دعا لأن يبقى المجلس قويا ونشيطا بعد الانسحاب الأمريكي برأيك كيف يمكن تحقيق ذلك؟ كما أشرت المجلس حقوق الإنسان يتألف من كافة دول العالم وبالتالي انسحاب دولة عضو صوتها مساوي لصوت أي دولة أخرى هي ليست كمجلس الأمن كدولة دائمة العضوية وتمتلك حق الفيتو وغيرها وبالتالي أنا أعتقد أن آلية عمل مجلس الأمن لن تتأثر كثيرا طبعا الولايات المتحدة طلبت من مجلس حقوق الإنسان إجراء تعديلات متعلقة حقيقة بالبند السابع المتعلق بالقضية الفلسطينية وانتظرت هذه التعديلات لكنها تفاجأت بإدانة مجلس حقوق الإنسان لقيام الولايات المتحدة بعزل الأطفال المهاجرين عن ذويهم وبالتالي هذه طبعا كانت الشعرة التي قسمت ظهر البعير وبالتالي أمريكا كانت تنتظر تنازلات من مجلس حقوق الإنسان لكنها شهدت أن المجلس بدأ ينتقد أمريكا نفسها وليست فقط إسرائيل وبالتالي كان لعلى الولايات المتحدة أن تنسحب من هذا المجلس نعم في حال أثر هذا الانسحاب سلبيا على قوة مجلس حقوق الإنسان الدول التي يواجه مواطنوها احتلالا مثل الفلسطينيين الذين يواجهون الاحتلال الإسرائيلي كيف سيتصرفون إذن قانونيا قانونيا بالنسبة للأراضي الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي حقيقة إسرائيل غالبا تخرق قرارات المجلس الأمن ليس فقط مجلس حقوق الإنسان وبالتالي هذا الموضوع بالنسبة للإسرائيل لن يغير من سياستها تجاه العرب الموجودين في الأراضي المحتلة الإسرائيلية وبالتالي أنا أعتقد فقط مجلس حقوق الإنسان كانت مهمتها هي توثيق وإدانة ذلك لكن لا تستطيع أن تؤثر على سياسة إسرائيل تجاه السكان الأصليين العرب في الأراضي التي تحتلها إسرائيل كما أشرت هناك أغلب الدول الغربية نحن إذا ما تفضلت بالنسبة لموضوع الدول الغربية التي شجبت انسحاب أمريكا مثل بريطانيا مثل فرنسا الاتحاد الأوروبي وبالتالي مجلس حقوق الإنسان أعتقد أنه لن يضعف بالشكل الذي أرادت له أمريكا أن يكون شكرا جزيلا لك الدكتور عمار البجبوج أستاذ القانون الدولي في جامعة كينغس كالتج كنت معنا من لندن